ده احد الخزانات المياه في نفس القرية او نفس المدينة الصغيرة لجرعل اللي عايز يصلح وده احد مئة خزان المسلم ايت صلحت منهم حوالي عشرين لكن مازال فيه تمانين تكلفة التصليح تتراوح ما بين ستة الاف دولار للخزان الصغير الى عشر خلاف دولار للخزان الكبير طبعا هان الخزان لما يكون فيه المية دي كلها وما يكونش متغطي ومحمي من الخارج بتموت فيه حيوانات تغرأ فيه او بيموت في بعض الاطفال ماتوا هنا هو لانهم سقطوا في المية وما استطاعوش انهم يعوموا او يخرجوا والتسقوا بالطامي اللي موجود في قاع الخزان وماتوا وفيه كذلك المية دي لما تبقى مش متغطية وتبقى راكدة زي مياه المستنقعات بتؤدي الى حدوث الامراض التي قد تحدثت بعد كده امراض وبقية في بعض زي الكدرة والاسهال والحاجات دي كلها فارجوكم ارجوكم ارجوكم هنا وفي كل مكان ان احنا نكون عندنا القدرة على اصلاح مثل هذه الخزانات لكي نستطيع لكي نستطيع لكي نستطيع ان نحمي مستقبل الاطفال في مثل هذه المنطقة ورانا هناك في بعيد جدا بردك مملكتين اخرى هذين من ممالك النمل وحتى لو احنا شفنا بعض النمل الصغير اللي ماشي قدامنا هنا وقارننا بين حجم النمل الصغير ده اللي بيبني المملكة الكبيرة دي كلها نقول سبحان الله وعظمة الله في خلقي وفي قدرته على بناء مثل هذه الممالكة الكبيرة اللي فيها كل شيء يحتاجه النمل وكل شيء يحمي النمل وكل شيء يجعل النمل يعيش في مجتمع مستقر متعاون مع بعض البعض كل واحد فيه عم عنده وصف وظيفي مخصص للحماية الامنية للحماية العسكرية للتطبيب للطعام للارضاع لابناء الجال النمل في المستقبل للحماية الملكة الى اخره الى اخره الى اخره هكذا الطبيعة وهكذا خالق الطبيعة سبحانه وتعالى يعيشنا درسا بان نتفقد كيف تعيش مثل هذه المجتمعات القوية الصغيرة متماسكة ونحن ايها البشر ايها الاخوات والاخوة نعيش متناحرين متقاتلين متقاتمين مشردين انفسنا مشردين بعض البعض مهجرين بعض البعض متقاتلين على جزء بسيط جدا من الكرة الارضية وربنا سبحانه وتعالى حيورثنا جنة عرضها السماوات والارض اما النمل فلا يتقاتل مع بعضه البعض بل يحمي بعضه البعض يبني مجتمع متماسك قوي هو والنحل وخلافه من حيوانات الاخرى اللي احنا نعرفها او الحشرات الاخرى او التيور الى اخر واشكركم والتحديها هنا زي ما انا قلت قبل كده والتحديها هنا والامل فيكم الامل فيكم الامل فيكم لكي يكون نصبح كمملكة النمل اللي احنا نتكلم عليها في الخلف دي ولا نصبح كالممالك التي تحدثنا عنها وكل من مملوك من في هذه الممالك الملك اللي اصبح الوقت مملوك اصبح عبد والامراء اصبحوا عبيد للدنيا كل ملك المملوك في هذه الممالك اصبح عبدا لكرسيه وليس عبدا لربه ونتمنى ان نراكم هنا لكي تبنى مسنازين مجتمعات وتختبروا قدراتكم وقواتكم ومعلوماتكم اختبار قوي وتحملكم على بناء مسنازين مجتمعات والعيش في هذه الحياة هنا لكي تحولوا حيات هؤلاء الناس الى السعادة والى السلام والاخيرا وراسا باخر المنطقة هنا امنة جدا 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 كل الجماعات المضطرفة هنا هزمت وتردت وخرجت من هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جرع الامنة امام الخزان المية الذي يحتاج الى رعاية وبناء مرة اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته